هاي كيفكم ممكن تستغربوا انو انا حاطة المكياج الصبايا كلهم عم يسألوني انا كيف بهتم ببشرتي وحافظ على جماله مبارحة خبرتكم انو انا شو بستخدم بعد ازالة المكياج اليوم رح فيلكم بعد ما بحط انا يعني بزيل المكياج بدي هيئ بشرتي انو انا بدي نام او التاني نهار بدي اصحى شو بساوي شو بكون عم باكو الحواكد بعملوا المكياج اليوم انا عملت ماسك الخوخ شل جزء منو دهنتو على وشي وانا كنت قاية تكون صبايا بفيديو سابق من اسرار جمال البشرة انو هنا نتمد على الفواكه ذات اللون البنفسجي اللي بينضم ضمنا الكراز بينضم الفريز التوت العلي التوت الاحمر التوت الاسود والتوت الازرع ولاحظوا هون شو حط انا الدراء الخوخ والعناف هدول اللي موجودين حاليا عندي بالبيت صبايا من اسرار الجمال نحنا نتمد على التغذية الداخلية يعني نحنا نناكلها بنظامنا الغذائي وانا هلا عم ساوي التغذية الخارجية بتقولوا التغذية خارجية اه اعتمدوا انكم اتغذوا بشرتكم بالموانط اللازمة من الخارج وهي نحنا ناخدها من الطعام الخوخ وكل الفواكه بتحتوي على فيتامين سي بنسب متفاوتة فيتامين سي بيوحد لعم البشرة بيزيل الطبقة الخارجية الميتة وتصير عنا بشرة نظيفة موحدة اللون اذا في عندي تصبغات خفيفة من الشمس بتزيلها توحيد اللون بيعطيني جمال انه صارت البشرة قريبة من بعضها كلاتنا من عيوب انا وانتو والكل نحنا اول شي نتقبل حالنا تغذية اللي انا عم اقول لكم عنا تعطينا نظارة للبشرة نحنا منقدر نحط الكريمات البعد منا بس بشرط انه نحنا ما نتعرض للشمس بشكل مباشر طالع عنا بشرة نظيفة جديدة اذا طلعنا عالشمس رح تنحرق ونخسر هالبشرة اللي نحنا حصلنا عليها بنصحكم تحطوا واقي الشمس نحاول نتقي الشمس قدر الامكان هيدا الفيديو التاني حتى لكم عن نظام كيف بتعامل انا مع بشرة وشي بتمنى تكون هالنصائح حبيتوها اصدقائي ما تنسوا الكم شغلة شرب المي كتير بساعد البشرة وتابعوني حتى تشوفوا كل برنامجي حتى حافظ على بشرتي بتشكركم ومنلتقى بفيديو جديد واللي عم يحضرني اول مرة معكم لوبينرحي حاصر على درجة الدكتورة بالكيمياء التحليلية خبيرة التغذية العلاجية حابين تتواصلوا معي؟ بتلاقوا كل مواقع للتواصل الاجتماعي محبتي